هل يجوز أن نُطلِق على الناس بأنهم شهدًا أو يُقال الشهيد فلان أو المرحوم فلان؟ لا، ما يُقال الشهيد إلا بدليل من الكتاب والسنة أنه شهيد لكن نرجو له الشهادة رجاءً لكن لا نجزم لأن هذا من علم الله الذي لا يعلمه إلاه ولما كان شخصٌ يُجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شجاعًا ولا يدع للعدو شارده ولا وارده إلا تتبعها فأثنى عليه الصحابة قالوا ما أبلأ أحد منا مثل ما أبلأ فلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فشقَّ عليهم ذلك شقَّ عليهم ذلك هل مُجاهد الشجاع باذلن نفسه شقَّ عليهم أنه في النار تتبعه واحد بيشوه شيء ينتهي عليه أمره تتبعه فمينما هو يقاتل جرح جرحًا شديدًا فجزع وقتل نفسه جزع وقتل نفسه فعلم الصحابي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنه رسول الله لأنه أخبر أنه من أهل النار فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم صارت خاتمته أنه من أهل النار سبق عليه الكتاب نعم وهذا مما يبطل قول الآن الانتحاريين اللي ينتحرون ويقولون هذه شهادة اللي يقتل نفسه ما هو بشهيدة هذا قاتل النفس والعياذ بالله عليه الوعيد ومتوعد بالنار كيف يكون شهيدًا ما يجوز الإنسان يقتل نفسه تحت أي ظرف وأي حالة بل يصبر يصبر إلى أن يموت أو يقتل أما أنه يقتل نفسه هذا لا يجوز وليس شهيدًا هذا قاتل لنفسه نعم